خد النهاردة وصية ابدأ بقى النهاردة هنا الوصية ان انت لما تصلي ركعتين بنية قيام الليل تاخد ثواب الليل كله لله سبحانه وتأكيد كأن قائم الليل الليل عز وجل يعني انا لما ععد كده اشرف كوبية شي كده بعد العشاء وععد بعدها اصلي اصلي ركعتين سواء بعد الفرض او لو انا كنت صهران قبل ما نام واخد ثواب ونام متوضى او تنام متوضية هنا تاخد ثواب كأنك بتقوم الليل كله طيب لو انا قمت عشان اصلي الفجر بتاعتين يوم قمت قبل الفجر بساعة ولا نص ساعة وصليت ركعتين خد الجيزة الكبيرة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى هنا ربنا في وقت السحر ده نسمع القرآن الكريم لما الاية بتقول ومن الليل فتهجد به لي يا رب فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ان ربنا حيكتب اسمك ان ربنا حيبعثهم يوم القيامة وفي الدنيا كمان مقام يعني مكانة ومنزلة يا بختك ويا بختك اللي بدأت النهار ده عملت خطة نفسك وعملت خطة نفسك وقلت انا حصلح علاقتي مع ربنا انا مش هعصي ربنا بعد الكلام اللي انا سمعته تبا انا ما كنتش عارف اصبح الكلام النهار ده حج عليك من البرنامج بتاعنا النهار ده يبا هنا انا خدت السواب ويه تاني بقى خدت السواب هنا قيام الليل تخيل ركعتين كده ان ربنا بيبسط يده بالليل عندك زنب عملت زنب وعملت كبيرة وفعلت وجهرت بالمعصية وعايز وعايز ربنا يعني يسمحك معاك ركعتين قيام الليل